بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والفرهان الحكيم إنك لئن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبشرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما خدموا وآثارهم وكل شيء أحشيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكذبوهما فعزجنا بتالت فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بالشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمن لكم وليمس لكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوضهم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد من الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظنان مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل دخل الجنة قال يا ليلت قومي يعلمون بما وفردي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوله من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانتنا إلا شيحة واحدة فإذا هم خاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزفون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أعييناها فأخرجنا منها حفا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما ربلتوا أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما مما جنبت الأرض ومن أنفسه ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مغلمون والشمس تجلي لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الخمر ولا الليل سابق النذار وكل في فلت يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نجأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينخذون إلا رحمة من الله ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معنقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال وما الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تغشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفغ في الصور فإذا هم من الأجنات إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما غعدا وحما وصدق المرسلون إن كانت إلا شيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا معظرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجلة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيخون إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني غاذا شراط مستقيم ولقد أضل لكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغلم التي كنتم تعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نجاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نجاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر غما ينبغي له 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 إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلم يروا أنا خلقنا لهم إما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رجوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارف فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعزنك قولهم إنا لغنى ما يسرون وما يؤمنون أفلم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييه الذي أنشهها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كل فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر